يحتفل العراق اليوم بإعلانه النصر النهائي على تنظيم داعش وطرده من كافة المدن والمحافظات العراقية فضلا عن تأمين الحدود العراقية السورية هذا وأقامت القوات المشتركة استعراضا عسكريا في ساحة الاحتفالات وسط بغداد صباح اليوم احتفالا بتحقيق النصر النهائي على داعش في عموم العراق وشارك بالاستعراض جميع القطاعات العسكرية من الجيش بكافة صنوفه والشرطة بجميع تشكيلاتها إضافة إلى الحجد الشعبي وبحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي بين جهتها كدت وزارة البشمرقة في الاقليم عدم مشاركتها في الاستعراض لعدم تسلمها دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال